طيب أخذ كريم أحمد وارجع نكمل مع حضرتك بعد النقاط اللي عايزة أتكلم قلب النادي الأهلي تفضل كريم أهلا بيك كابتن ميدو براحب بيك في البداية وبكل المشاهدين كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان بالفعل من داخل النادي الأهلي بالجزيرة يوم هام جدا واجتماع هام جدا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي ويمكن ملفات كثيرة جدا بتنقش على طاولة مجلس الإدارة يوم أهمها طبعا كابتن ميدو وهو الأمر الخاص بفريق كرة القدم وقطاع كرة القدم بالكامل النهاردة يكون فيه قرارات قوية جدا عقب انتهاء هذا الاجتماع الهام جدا بنأكد مرة واثنين وثلاثة أنه يكون فيه قرارات مهمة جدا أكيد بينتظرها كل جمهور النادي الأهلي وبنتظرها كمان أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي لكن لو برجع معك سريعا كابتن ميدو طبعا نهاردة كان فيه تدريب خاص لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة الواصلة الإماراتي يوم اتنين وعشرين بإذن الله نتيجة طبعا المباراة الأولى اتنين اتنين بتسبب صفحة وتقفلت بالنسبة للبطولة الأفريقية وبنأكد لكل جمهورنا وبنأكد لكل عضاء للنادي الأهلي يمكن قدر النادي الأهلي وقدر البطل ببعليه مسؤولية كبيرة جدا 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 مطالب بالفوز في كل المباريات مطالب بالفوز في كل البطولات مهما كانت عدد البطولات الزروف المحيطة بالفريق إصابات غيابات أمور كثيرة جدا لكن خلاص يمكن جمهورنادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي عودتنا على الفرحة على طول النادي الأهلي هو مصدر السعادة فالحمل بيكون كبير جدا ما بتكون في أي خسارة بيكون في أي إخفاق عشان كده طبعا في حزن كبير جدا كان على العبة النادي الأهلي على عضاء النادي الأهلي على الجميع لكن إن شاء الله بإذن الله المسيرة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة تصحح بشكل كبير النادي الأهلي سيصحح المصار بقرارات هامة جدا وأيضا كمان بلعب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي اللي بد يكونوا على قلب رجل ونوحة خلال الفترة القادمة يا معدة عن النادي الأهلي كبوات كثيرة جدا ومباريات كثيرة جدا وإخفاقات لكن زي ما بنقول يا كبتن ميدو خلال الفترات الماضية المباريات الماضية ثقتنا كبيرة جدا في لعبة النادي الأهلي وفي مجلس إدارة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون قرارات في مصلحة جهاز الفني ولعبة النادي الأهلي لأن لسه عندنا المشوار طويل من بطولة عربية ومبارات الدوري العام وكأس مصر لسه الأمور فيها كثير جدا كابتن ميدو لو بكلمك كمان على تدريب فريق اليوم النهاردة كان تدريب فيها الساعة 9 ونصف صباحا محاضرة طبعا معتادة من مستر باتريس كارتيرون المدير الفني والكابتن محمد يوسف فيها بعض الأمور الخاصة طبعا بالتحفيز بعض الأمور الخاصة بالبطولة الأفريقية تنبيه مستمر وتشديد مستمر على اللاعبين لابد من غلق هذه الصفحة لأن لسه المباريات القادمة مهمة جدا للنادي الأهلي وأولها هي مباراة الوصلة الإماراتي اللي بيستعد لها النادي الأهلي بشكل كبير جدا النهاردة كان تدريب يمكن فيه فقرات بدنية كثيرة جدا في غياب مستر مايكل ليندمان مخطط الأحمال النهاردة بأكدلك كل يوم التاني على التوالي بيغيب مستر مايكل ليندمان مخطط الأحمال قادر النهاردة المران بنفسه طبعا مستر باتريس كارتيرون نهاردة أشرف على المران بشكل عام سواء تدريبات البدنية تدريبات الكرة الأمور كلها كانت تحت إشراف مستر باتريس والكابتن محمد يوسف كمان لو بكلمك على اللعبين المصابين بعض اللعيبة إن شاء الله تكون خلال الفترة القادمة في آخر البرنامج التهيلة الموضوع لهم النهاردة طبعا يمكن شوفنا غياب حسام عشور وعلي لطفي من التدريبات الجماعية بجانب طبعا عمر السلية محمد دهاني هشام محمد أحمد فاتح عدد كبير جدا من العادة النادي الأهلي يمكن بتطوله الإصابات لكن زي ما بأكد لك كابتن ميدو في بعض اللعيبة خلاص في المراحل النهائية بإذن الله تكون مع قائمة تفريق النادي الأهلي خلال المبريات القادمة كمان أمر مهم جدا وهو يمكن كابتن محمد نجيب واحد من نجوم للنادي الأهلي نهاردة كانت فيه جلسة منفردة مطولة مع الكابتن محمد يوسف ومحمد نجيب طبعا واحد من نجوم النادي الأهلي سفسار عن الإصابة عن الفترة القادمة ممكن خلاص محمد بإذن الله يكون يعني هو الفترة طبعا مش هتطول أو كابتن ميدو لكن خلاص هو في المراحل النهائية الكل يمكن جاز الفني بيحاول أنه هو يتطمن على كل اللعبين بشكل عام المصابين اللعيبة كمان خلال الفترة اللي فاتت اللي عندها بعض الإجهاد بعض الأمور الخاصة بيه اللعبين لكن إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة بإذن الله يكون اللعيبة مهيئة اللعبة كمان تستعيد قواها تستعيد شخصية النادي الاهلي اللي اكيد خلال الفترة الماضية كنا نتمنى كل المباريات تكون هي الاولى هي شخصية النادي الاهلي اللي بيفرضها على كل اللعب كل المباريات وكل الفرق المشاركة سواء في البطولة العربية الافريقية وايضا كمان بطولة الدور العام الامر الهم جدا طبعا وهو اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي اللي بدأ فيها الساعة الخامسة طبعا هنا بمقار النادي الاهلي بالجزيرة بحضور جميع عبد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كمان كان فيه اجتماع صباحا مستر باترس كارتيرون والكابتن محمد يوسف كان اجتماع مغلق شوية عقب انتهاء المران سريعا يمكن مستر باترس عقب الانتهاء حاولنا ان احنا نسأله طبعا ايه اللي دار مع الكابتن محمود الخطيب قال طبعا يمكن حفاظا على الامور الخاصة والحديث اللي دار بيني من الكابتن محمود الخطيب لكن انا متواجد مع فريق النادي الأهلي ومكمل مع فريق النادي الأهلي وان شاء الله يكون اللي جاي قادم بإذن اللي يكون احسن من حسام غالي كابتن محمد فاضلي كابتن محمود يوسف كانوا في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب لكن معرفناش طبعا ان احنا نحاول ان احنا نصل لأي معلومة خاصة بيه الاجتماع اللي دار الأمور الخاصة طبعا بيه الانقاش لكن في هذه اللحظات الاجتماع مستمر وممكن الاجتماع يكون ممتد كمان كابتن ميدو بالنسبة لمجلس الإدارة لكن بنطمن كل جمهور النادي الأهلي في قرارات هامة جدا النهاردة عقب انتهاء هذا الاجتماع اللي هيكون فيه قرارات خاصة بقتع كرة القدم كالعادة طبعا الاجتماعات بيكون فيها أمور انشائية أمور إدارية أمور خاصة بها عضاء النادي الأهلي لكن النهاردة يمكن هنفيه جزء كبير جدا ليه قطاع كرة القدم الأكيد زي ما قلنا كابتن ميدو تصحيح المصار سيكون من اليوم النهاردة يكون فيه قرارات مهمة إن شاء الله بإذن الله تكون فيه مصلحة النادي الأهلي ومصلحة لعيبة النادي الأهلي وكالعادة كابتن ميدو هنكون مستمرين معاكو خلال الساعات القادمة بإذن الله أي معلومة هتطلع طبعا من غرفة مجلس الإدارة أكيد هنكون مع كل جمهور النادي الأهلي لحظة بلحظة طبعا نحاول أن احنا نضع كل جمهور النادي الأهلي في الصورة لأن كل الجمهور وكل أعضاء النادي الأهلي منتظرة طبعا قرارات الهمة جدا من مجلس الإدارة برجع لك كابتن ميدو وأنا معاك لو فيها استفسارة كابتن ميدو شكرا لك يا كريم أكيد أنت غضيت على كل حاجة بتحصل دلوقتي وأكيد إحنا مستمرين معاك لسه مقدامنا ساعتين إن شاء الله لو فيه أي جديد عندك إن شاء الله رنجع لك على طول